اهلا بك في حلقة جديدة مع تعلم مع العسال. في الحلقة دي هنتكلم على موضوع حلو جدا ومهم جدا. بالنسبة لاي حد شغال او عايز يبقى شغال في الادارات المالية او في الجزء المالي. او اي حد حتى عايز يبني يعمل شركة او يبني او يعمل منشأة من اي نوع او بيفكر ان هو يعمل مشروع او اي حاجة. الطبق دوت والموضوع ده مهم جدا للشركات سواء وهي بتبتدي او حتى وهي شغالة دلوقتي وبتحاول تفكر في بكرة هتعمل ايه? وهو حاجة وهو الموضوع هو او تقدر تقول ان هو بالعربي النمازج المالية. يعني ما لقيت لهش معنى بالعربي افضل من كده ده التعريف بتاع جوجل يعني بس هو مفوض ان هو حاجة اسمها واللي هو انت بتبني في مالية بتقدر ان هي تتنبأ بالمستقبل وتقيس اللي بيحصل على الارض الواقع برضو في نفس الوقت. عشان تشوف احنا ممكن بكرة نعمل ايه او نمشي ازاي او نتحرك ازاي? فيلا بينا النهاردة هنجاوب على اسئلة كتير منها هو ايه دو اتو عبارة عن ايه? وازاي ان احنا لتعلمه? وايه علاقته بالاكسل? وفي نفس الوقت ايه المراحل بتاعته او ايه? هو بيمشي ازاي? يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي والنهاردة هكلمك على موضوع وزي ما انا قلت كده في المقدمة ان بنستخدمه عشان خاطر ان هما يقدروا ان هما يتنبقوا بحاجات في المستقبل او يتنبقوا بالمستقبل هنمشي فيه ازاي? او بكرة هنعمل في ايه? او هنتحرك ازاي? لو انا شركة وعندي فرص استثمارية او انا عايز اقوم بمشروع اصلا لسه ما عملتش فيه حاجة ولسه عايز اعرف المشروع دوت هيبقى كويس ولا وحش هينفع ولا مش هينفع وحاجات من هذا بقبيل يعني من الاستخدمات لو اللي نستخدمها مسلا في الموضوع دوت لو انا عايز ان انا اجيب مستثمرين لشركتي او اجيب مستثمرين للاستارتاب بتاعتي اللي انا بعملها بتساعد ان انا اعرف ان انا اتراكت او اجيب المستثمرين لان هما بيحتاجوا الكلام دوت تاني حاجة لو انا عايز ان انا اعمل او استحوز على شركة فبداعنا على الكلام ده بقيس هل الاستحواز للشركة دوت هيكون حاجة او حاجة كويسة ولا لا هتفيدنا ولا لا لو انا عايز ان انا ابيع او يعني ابيع حاجة او اصل من اصول الشركة او من بتاعت الشركة فعايز اشوف برضو تأثير البيعة دي هتعمل فيها ايه? لو انا عايز اعمل موازنة مستقبلية لقدام وعايز اشوف انا السنة اللي جاية او السنتين اللي جايين انا هعمل فيهم ايه? او لو انا بعمل تقييم للشركة بتاعتي او للمؤسسة نفسها بعمل تقييم معين او لو انا عايز ابني اه تحليل مالي يعني ابني بالتحليلات المالية المعرفة عليها سواء بها على مستوى وكل الكلام ده والربحية او في وفي نفس الوقت بيستخدموه برضو في كده كده في الادارة المالية عشان خاطر يبقى فاهم ايه السيناريوهات اللي وقفة قصاد الشرك. والفانيش الموديلينج بيلعب دور كبير جدا طبعا في الشركات المدرجة في البورسة او الشركات البابليك اكتر شوية منها في شركات البرايفت بس مش معنى كده ان الشركات البرايفت او الشركات الخاصة اللي هي غير مدرجة في البورسة ما بيستخدموهش. لا اوة مهمة جدا على حسب برضو حجم الشركة وحجم الاعمال اللي بنتكلم فيها. وحجم المخاطرة اللي الشركة دي بتاخده وصعوبة الماركت او السوق اللي بتتعامل فيه. فكل الكلام دوت يا سيدي بنستخدم عشان خاطر بنعرف ان احنا نفهمه ونحق اوة بنستخدم له قصة طيب ازاي ان انت تتعلم او كده? لازم عشان تتعلم او النمازج المالية انا كتبني نموذج من عدة سيناريوهات وحركات وكلام من دوت. آآ لازم تكون فاهم حلو في الاكسل مش لازم تكون خرافي في الاكسل بس لازم تكون فاهم حاجات اساسية في الاكسل. وفي ناس الوقت طبعا وده اساسي لازم تكون فاهم في الحسابات المالية. ولازم يكون عندك برضو نظرة من ناحية البيزنس. لازم تتمرمت كتير في الجزئية بتاعة البيزنس او الشغل يعني. ولازم تكون برضو فاهم يعني ادارة مالية شوية. هتقولي طبعا انا رسة صغيرة افهم القصة دي ازاي. والله يبص هو ماناش علاقة بالسن. لكن ليه علاقة انت بتتمرمت قدية واشتغلت في عاجات قدية. يعني انا على سبيل المثال كنت بجيب بيانات لشركات واعد اعمل لها موديلس. تجيب بيانات للشركة الفرنية واعد اشتغل عليها. والبيانات موجودة على افهم ان يشيل اونلاين يعني في بيانات كتيرة جدا ممكن تجيب بيانات كتيرة وتشتغل عليها. لو انت محاسب وشغال في شركة فانت متخلكش مجرد مجرد ان انت واحد بتسجل او بتريكورد بس لا لازم تفهم وتفكر انت كل الحاجة دي بتودي منين بيودي على فين? ولازم تاخد كورسات في الادارة المالية والمحاسبة من الحاجات طبعا والمعروف عليها في جزئية بتاعت مسلا او الحسابات المحاسبة الادارية حاجة زي والحاجة وكل يعني اللي احنا عارفينها دي كلها طبعا بتفيد في القصة دي. ومحتاجة طبعا يكون انت اتمر مط في الشغل شوية في عشان قادر توصل انت تعرف تبني تكون بتطلع ارقام كويسة وتكون صح. طيب لما نيجي نبص كده طب هو عناصر دوت بتتكون من ايه? اول حاجة معلمتك بالاكسل معتمدة على انت بتفهم شوية حاجات التصميم في الموضوع بيفرق عشان قدر وقراءة الارقام. فالتصميم في الموضوع شكل في تصميم الكلام دوت. تاني حاجة اللي بتستخدم معادلات معينة زي بتستخدمها اكتر من عشان خاطر هي اكتر ومارنة اكتر بتستخدم معادلة زي معادلة عشان خاطر بتعمل بتغير بها السيناريوهات اللي انت شغال عليها. وبتستخدم حاجات اخرى بس هما دول الحاجات الاساسية اللي بقولك عليهم معادلتين دول مهمين. طيب لما نيجي هنبني ايه المراحل بقى اللي انا بمشي فيها عشان خاطر قادرة اعمل الموضوع. اول حاجة لازم اجيب البيانات السابقة. او البيانات اللي متوقع. يعني لو انا لو انا شركة شغالة. فاكيد عندها يعني بيانات سابقة لسنين سابقة. فبجيب البيانات السابقة على السنين السابقة دي. طبعا كل ما كان عدد السنين اكتر وكل ما كانت حجم البيانات اكبر كل وكانت مفصلة اكتر. كل ما انا هتساعدني بشكل كبير جدا في ان انا اعرف ابني الموضل بتاعي. طيب في حالة الشركات الجديدة او لو انا بعمل مشروع جديد فساعدها انا بابني او بيانات توقعية. مش شرط تكون انت اللي بنيها. ممكن يكون الناس اللي عادة تعمل المشروع او تجيب ناس تريعمل واتطلع لك البيانات زي مسلا اسعار الخميات واسعار مش عارف ايه والماركت شير ده في الماركت قد ايه حجم حجم السوق. انت عايز تستهدف منه حجم قد ايه? فرصتك في الدخول عاملة ازاي? انك تجيب بيانات او بيانات انت توقعها انت الموضوع مش سهل موضوع صعب جدا. لانه محتاج لدراسات كبيرة جدا واهمهم دراسة تسويق. دراسة السوق. ان انا بفهم السوق كويس وحجم السوق قد ايه? ومين المنافسين? وحجم كل منافس قد ايه? حجم المباعات اللي بتتم وحجم اللي بتتم في السوق قد ايه? الموضوع ده مهم جدا ان واحد يفهمه. اه بالزات لو انت داخل زي ما انا قلت انت على البيض لسه ما عملتش اياه حاجة ما اشتغلتش قبل كده. فالاسمشنز دي محارجة جدا لان بناءا عليها بتحدد زي كن احنا هنبقى بنبني صحيح ولا احنا بنرزع وبنرمي اي ارقام وبنحطين اي حاجة واحنا مش فهمين. طيب تاني حاجة او تاني حاجة بتبدأ بيها ان انت بتبني او قائمة الدخل. قائمة الدخل هي اول حاجة بنبدأ بيها لان هي اللي بتطلع علينا العنصر الحقيقي في الشغل. يعني بنحط حجم المباعات سواء حجم المباعات المباعات المتوقعة وساط حجم المصرفات المتوقعة وبيتطلع لك هامش الربح او المتوقع وبيتطلع لك مجمد الربح وهكزا وكل الكلام دوت. فبتبتدي دايما بقائمة الدخل اللي هي قائمة الارباح والخسائر اللي بتحط فيها مباعاتك ناقص مصرفاتك بكمية انواعها يطلع لك لان بعد كده بقى بناخد ده ونبدأ نستخدمه في حاجات تانية. بنبدأ بقى نخش نبني به نخش نحطه في لان هو بقى رقم في او الميزانية نفسها اللي هي بتقيس الميزانية اللي هي بتقيس وصول الشركة وصول الخصوم اللي على الشركة اللي هو الشركة انت لما تيجي تعمل مع الشركة ما بتعملش مع الشركة على السن الشركة هو انت لأ الشركة هي كيان منفصل عليها التزامات وليها حاجات يعني ليها حاجات وعليها حاجات. الاصول هي الحاجات كل حاجة للشركة اما الخصوم هي كل حاجة ضد كل حاجة على الشركة اللي هي كل واحدة منهم فيها انواع. بعد كده لما قبل ما تخش بقى ان انت هتكمل او هتبني كل حاجات التانية بتبدأ على حسب نوع الشركة لو فيه لو انت هتبدأ تمول شغلك او تشتغل بقرد لو تاخد قروض او عندك مسلا اه حاجات هتدفع دفعات معينة او فيه لطريقة دفعات قصة مسلا لو انت اخد قرد فليه طريقة دفع ففيه حاجة اسمها جدولة الدين او حتى جدولة الاصول فيه فيه كزا جدول كده بيبنيه عشان خاطر تقدر ان انت تشوف اه تبني كده زي لطريقة الجدولة بتاعة الحاجات اللي عليك والحطة دي مش كل الناس بتعملها ومش كل الشركة بتعملها عشان خاطر على حسب نوع الشركة وحسب هي شغالها بقرد ولا مش بقرد شغالها بتمويل خارجي ولا تمويل زيتي الموضوع عليه قصص كتيرة بعد ما بتخلص دي بتبدأ بقى انك تكمل تتمن بها وتكمل بها بتاعتك او قائمة الدخل اللي هو الميزانية خلصت قائمة الدخل وخلصت ميزانيتك تبدأ بقى تخش على او قائمة تدفقات المالية هي دي اخر واحدة بتبني بها لان هي بتاخد ارقام الارقام اللي بتخش فيها عادة بتبقى ارقام جاية يعني مثلا بتبدأ اول حاجة او يعني همش الربح اللي انت طلعته من قائمة الدخل بنبدأ به اصلا في الاول وبعد كده بنبدأ ندخل بقى العمليات حركة الكاش على مستوى الاستثمارات على مستوى الحاجات المالية او او العمليات المالية وبعد كده حد ما يطلع في الوقت دوت اللي انت بناء على الفترة اللي انت اشتغلتها على الفترة اللي انت بحددها دي فانت بيبقى في الفترة وفي طبعا لو احنا لسه في الاول بتاعك بيبقى هو حجم الاموال المستثمرة في الاول لو انت شركة شغالة فبنشوف انت نهية الفترة اللي فايدت بحجم الفلوس قديه وبتبدأ فيها في الفترة اللي بعدها طيب خلصت كده بتاعتك او اللي هو النموذج المكون من تلات قوائم بتاعنا اللي هو نموذج اللي هو اسمه اللي هو قائمة الداخل اللي هي الميزانية وقائمة التدافقات المالية او تبدأ تشتغل على موضل تاني بقى او تبدأ تطلع من الكلام ده حاجة اسمها او اللي هي تحليل وده والتحليل بيدرس جودة جودة او الاستثمار يعني انا دلوقتي لو انا معايا النهاردة الف جنيه بعد سنة هي مش تبقى الف جنيه والمعايير الرئيسي بالنسبة لمستثمرين والشغل هو الكاش اكتر منه الربحية الربحية ما لهاش علاقة بالجزئية بتاعت الايكونوميكس اما الكاش فهو بيه علاقة بالجزئية دي لان الكاش اللي معاك النهاردة القيمة بتاعته القيمة الاقتصادية بتاعته او مش هي هي بعد مسلا سنة مش هي هي بعد خمس سنين فانا لو حتيت النهاردة مليون جنيه او عشرة مليون او ميت مليون فانا عايز اعرف مثلا الفلوس اللي هاتجيلي او الكاش اللي هيرجع لي تاني من المشروع او من الاساسمار ده. بعد سنة او سنتين او تلاتة او خمسة. هيكون قيمته با قيمته كام مقارنة بالنهارضة. يعني انا لو هقول مسلا انا حاططت النهارضة ميت مليون عشان حاضر بعد تلات سنين هيجولي مية وخمسين مليون. فانا بقية السنين اللي بعد تلات سنين دول النهارضة بالنهارضة قيمتهم توازجة كام. عشان قطر اعرف ساعتها هل الموضوع يستهل ان انا استثمر ولا ما استهلش. وهو دي حادة وحادة كل دي برضو ومعادلات بمعادلات موجودة برضو في تقدر تستخدمها. وبتقدر ساعتها بتعمل التحليل بتاعك. بعد ما بتخلص التحليل دوت بتخش بقى على التحليل بتاع حاجة اسمها ودوت بيئيس بكزا او كزا متغير وتأثيره على متغيرات اخرى. فانت بتحدد مثلا حاجة زي الربح مسلا او حاجة زي مجموعة للربح. وبتبدأ تشوف لو في مدى تأثير اخرى انت بتحددها عليه. فدي اللي بتعمل بناء طبعا على او المتغيرات المهمة اللي احنا عايزين نركز عليها في الشركة عشان نشوف مدى تأثير كل متغير اخر عليها. فبناء عليه بتبني بعد كده بتفنش بقى شغلك بان انت بتبني بتاعتك عشان خاطر تعرف انك تعبر عن كل الارقام اللي طلعتها دي. اكيد مش هتسلمها ارقام كده بس وخلاص مصمتة. لازم تعمل لها وتعمل لها كده لطيفة بتقدر ان هي تعبر عنها وتعبر عن ارقام اللي انت بتقولها دي. وبتطلع بقى بناء على الموضلز اللي انت عملتها والسيناريوز اللي انت عملتها ايه اللي انت ايه اللي انت فهمته او ايه اللي انت طلعته او ايه اللي انت شايفه انه مفهود يتم العمل عليه بناء على الارقام اللي خرجت من الموديل اللي انت بنيتو دوت. واخر حاجة انك بتعمل حاجة اسمها ان انت بتشوف هل الموديل اللي انت بنيتو دوت هو موديل فعلا صح مظبوط ولا مش مظبوط. عن طريق انك بتبدأ تدخل ارقام شوية. ارقام يعني خارجة عن القعدة شوية فيها انومل الشديدة عشان تشوف هل الارقام اللي خارجة من الموديل بتاعك هي ارقام منطقية ولا ارقام عشوائية? او مش مرابطة بالواقع. ودو بيتم في الاكسر في حدة لو انت بني بياناتك على التوقع او مجرد انك بني دراسة وانت مشتغلتش قبل كده. على عكس لو تكون شغالة على فبتبقى انت عندك وريدي بيانات سابقة. مديه لك رؤية الواضحة. انت عارف اسعار الخامات كلها كام? عارف اسعار اي حاجة كام? عارف الناس عارف انت بتبيع الناس هما وريدي بيبيع في السوق بقى ايه? عارف حجم بتاعتهم بتتم ازاي? قصص بقى كتير. عارف حجم اصولهم وحجم اصولهم. هم عارف هما بيسديده على فترة زمنية قد ايه? والعملة بيسديده على فترة زمنية قد ايه? حجم العملة عندهم? حجم الانتشار حجم النمو. كل الكلام ده انت تبقى عارفه فبالتالي بيسهل الشغل جدا. على عكس لما تكون انت شغال بأسامشنز فلازم ساعتها تختبر الموضل اللي انت عامله لان انت بتبقى باني على بيانات توقعية سواء انت عاملها او جيالك فلازم حتى برضو تتأكد ان البيانات دي منطقية مش بيانات عشوائية كده وحد حدتها وخلاص. طيب المعنوات اللي انا جابها دي كلها هي برضو ليها لفرنس وليها مرجع وهو الموقع اللي هو اسمه او دوت موقع بيدرس يعني بيتكلم كتير عن وفيه مراجع كتيرة جدا فيه وحلو جدا. فلو عايز تأكد على الكلام بتاعي او عايز حتى تخش تفرج هم بيعملوا ايه? هتلاقي على الموقع بتاعهم دوت هم كاتبين معلومات كبيرة جدا وقوية جدا وبتساعدك في ان انت حتى لو عايز تخش في المجال ده وتتعلمه هتلاقي في مراجع حلوة قوي وفيه مهمة جدا وفيه كورسات هم حطينا كمان فممكن تروح تبص عليها وهتلاقي احطي لك لينك بتاعه في ومسلساش طبعا يا لو عجبك الفيديو دوت اعملنا لايك وسابسكرايب ولو عايز تدعم القناة انزل تحت في اعمل جوين وتشوفك ان شاء الله كل يجيب سابت وثلاثة ساعة تمانية وتويط مصر مع اتعلم معلومات ساعة